في ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري وفد حكومي يزور أحد تشكيلات الجيش في القلمون بريف دمشق وحدات من الجيش تتقدم في مخيم حندرات بريف حلب وتوقع قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين روسيا تؤكد أن المروحية مي ثمانية التي استهدفها إرهابيون في ريف إدلب سقطت فوق منطقة ينتشر فيها إرهابيون مصر وما يسمى المعارضة المعتدلة أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية بتوجيه من الرئيس بشار الأسد وبمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري زار وفد حكومي برئاسة المهندس عيمات خميس رئيس مجلس الوزراء أحد تشكيلات الجيش والقوات المسلحة العاملة في منطقة القلمون بمحافظة ريف دمشق بتوجيه من الرئيس بشار الأسد وبمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري زار وفد حكومي برئاسة المهندس عيمات خميس رئيس مجلس الوزراء أحد تشكيلات الجيش والقوات المسلحة العاملة في منطقة القلمون بمحافظة ريف دمشق ونقل المهندس خميس لأبطال الجيش محبة الرئيس بشار الأسد وتقديره للتضحيات التي يقدمونها للدفاع عن وحدة سوريا واستقلالها لتبقى الحصن المنيع والصخرة الصلبة التي تتكسر عليها مطامع الأعداء وأحلام الغزات سيسجل التاريخ هذه التضحيات إلى آلاف السنين منكم خير من حافظ على سوريا وخير من دافع على سوريا ومسل لمن دافع على سوريا هذا التاريخ العظيم سيكون مشرق إلى السماء بأنكم حافظتم على بلدنا بتضحياتكم ودماءكم وكل ما تقوم فيه وساركم على مدار الساعة فالتقدير الكبير لألكم نحن اليوم أنا وزمراء السادة الوزراء جايين حقيقة لنستمد القوة منكم فنحن بياكم بخندق واحد والنصر القريب إن شاء الله ومنظور وهو أمامنا وأمامكم جميعا ونتكاملوا إياكم بالدفاع عن سوريا والبسالة والاستبسال من أجل سوريا إلى أن يعيش أبناء الوطن وتبقى سوريا شامحة إلى السماء فالتقدير الكبير لألكم ومن خلالكم لكل زمراءكم الموجودين بقطعات القريبة هون والأكثر هو لكل قواتنا مسلحة على امتداد الجغرافية السورية بكل أحوال النصر القريب إن شاء الله وشوفناها هل عم تصنعوا أنتم بشكل يومي بصموتكم بتواجدكم في هذه المنطقة في هذه الجغرافية الصعبة وجودكم هو انتصار كبير بهالمنطقة هاي وأكبر دليل لقوة للعالم كله يجو يشوفوا كيف جيشنا عم يقاتل وكيف منتشر بالجغرافية السورية ويجو يشوف إنجازاته وكيف تضحياته على امتداد الوطن أنتم تدافعون ليس فقط عن سوريا أنتم تحاربوا حرب عالمية ضد الأرهاب هناك قوى تكفيرية قوى شرق قوى أرهاب جاية بعيدا عن الإنسانية جاية لتدمر الحضارة والإنسانية ولكن صموتكم وتضحياتكم وبسارتكم هي التي ستبقي الحضارة والتاريخ ليس لبلدنا فقط إنما لكل دول منطقة من جانبهم عبر بواسل الجيش عن عزمهم وإصرارهم على مواصلة الدفاع عن أرض سوريا وأبناء شعبها حتى تحقيق النصر شارك في الزيارة وزيراء الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ومحافظ ريف دمشق على إبراهيم في عيد الجيش وتحت رعاية الرئيس الفريق بشار الأسد قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بافتتاح مزويد خدمة الانترنت الخاص بالمؤسسة العسكرية شركة إباء في عيدهم عيد رجال الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وتحت رعاية الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وضيوفه الكرام بحضور وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير بافتتاح مزويد خدمة الانترنت الخاص بالمؤسسة العسكرية شركة إباء تم بافتتاح مزويد خدمة انترنت إباء عملياً كسر الحظر التكنولوجي الذي تفرضه الدول الرعية للإرهاب على قطرنا الحبيب حيث تم استخدام أفضل التجهيزات من ناحية الفنية سواء كتجهيزات شبكية أو تجهيزات خدمية وضعها بتخديم الشريحة المستهدفة ميزات يوفرها المزويد الجديد من ناحية السرعة وعدد المستفيدين خاصة بأنه يشمل كل العسكريين من قائمين على رأس عملهم ومتقاعدين وذوي الشهداء والجرحة كما يوفر الخدمة في كل أنحاء القطر مزويد جديد وبكفاءات وطنية خالصة يكون بمثابة جزء يسير يقدم لمن بذل الغالي والنفيس لسوريا الوطن ويكون الاسم على المسمى إباء ولكم يا رجال الله من الإباء الكثير هذا واحتفلت القوات المسلحة بالذكرى الحادية والسبعين لعيد الجيش العربي السوري الذي سطر منذ تأسيسه أروع الملاحم دفاعا عن سوريا والأمة العربية احتفلت قواتنا المسلحة الباسلة بمختلف صنوفها اليوم بالذكرى الحادية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري حيث ألقى قادة الوحدات العسكرية بهذه المناسبة كلمات أكدوا فيها أن الجيش العربي السوري الذي خاض منذ ولادته معارك الدفاع عن عزة الوطن وكرمة الأمة وسطر رجاله بدمائهم الزكية أروع ملاحم البطولة والفداء سيبقى الأمل الواعد لجماهير الشعب العربي السوري في مواجهة المخاطر المحدقة وفي تحقيق أهدافه المنشودة في تحرير المحتل من الأرض واسترداد المستلب من الحقوق واستعرض القادة تاريخ النضال الوطني والقومي للجيش العربي السوري في معارك الدفاع عن الشرف والكرامة والعروبة منوهين إلى أن سوريا ستعود أقوى مما كانت عليه ونوه القادة إلى تزامن هذا الاحتفال مع الانتصارات النوعية والنجاحات الكبيرة التي يحققها رجال الجيش العربي السوري في ملاحقة المجموعات الإرهابية التكفيرية مشددين على أن دماء الشهداء التي روأت أرض الوطن لن تضيع صدى ولن تزيدنا إلا إصرارا على محاربة الإرهاب وفي نهاية كلماتهم عاهدوا القادة أبناء شعبنا الصامد وقيادتنا الحكيمة على مواصلة تنفيذ المهام الوطنية المقدسة الملقات على عاتق قواتنا المسلحة بالقضاء على المجموعات الإرهابية التكفيرية وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لكل شبر من أرض الوطن وبهذه المناسبة المجيدة قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثوى الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهور باسم السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء وأدوا التحية الرسمية كما كانت فرقة موسيقى الجيش تعزف لحني الشهيد ووداعه كما أقيمت بهذه المناسبة عروض عسكرية ورياضية في عيد الجيش وتحت رعاية الرئيس الفريق بشار الأسد قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بافتتاح مزودي خدمة الانترنت الخاص بالمؤسسة العسكرية وبهذه المناسبة أيضا وقفات جماهيرية في دمشق تجدد الدعم لحماة الديار تقرير نور محمد والتفاصيل يوم كتب عليه أن يكون عنوانا للنصر الأول من أب والذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري اجتمع فيه عشرة السوريين في وقفة جمهيرية ليجددوا ثقتهم بأبطال الجيش العربي السوري ويهنئهم بعيدهم هي بمناسبة عيد الجيش العربي السوري الزكرى الواحدة والسبعين لهذا الجيش العقائدي البطل الذي سطر أروع ملاحم الانتصارات على عصابات الإجرام والإرهاب والتكفير الوهابي نحن الجيش الرديف للجيش العربي السوري وهذه الوقفة وإن كانت هي رمزية لكن تعبر عن كثير وهي رسالة إلى الشعب العربي السوري أولا ثم إلى العالم كله بأن الشعب والحزب والدولة وأيضا الجيش نحن يد واحدة الآن لم يبقى شيء إلا هو مكشوف عرفنا من هو الصديق وعرفنا من هو العدو عرفنا من يحب الخير لبلاد الشام الأرض التي باركنا فيها للعالمين وعرفنا أيضا من يريد أن يكيد بها الأمور إن شاء الله ستكون إلى خير وهذه الوقفة التضامنية الصغيرة نحن نقول بها للجيش العربي السوري نحن من أرائكم ونشد على أيديكم ونحن كلنا في خندق واحد وقضيتنا واحدة وإذا شاء الله هدفنا واحد نحن مقصرين كثير بالنسبة لجيش العربي السوري هي وقفة بسيطة كثير الدام الدمائي اللي عم يبزلوها لحتى نكون نحن هلأ موجودين لو لا هم ما كنا موجودين أنا بدي حيي الشهداء ودمي الشهداء وبيدي حيي الجرحة إن شاء الله منتحقق النصر وفيرحم كل الشهداء اللي راحوا بيعافي الجرحة ومتصاوبين طبعاً نحن اليوم جايين عايد جيشنا جيش العربي السوري صاحب الانتصارات وآخره كان بحلب وإن شاء الله يا رب تخلص حلب كل المناطق اللي فيها المسلحين جايين بس نقول لهم شكراً لإلكون الله يحميكم وقفة تضامنية معهم شوية صغيرة بهالشمس اللي هن دائماً عم يوقفوا بالشمس بالبرد بالمطر بكل الأجواء الله يحميهم وينصرهم وإن شاء الله دائماً من حلب للرقة لتحرر كل مناطقنا بسوريا كل عام هن بخير الله يحميهم الوقفة نظمها حزب البعض العربي الاشتراكي وشارك فيها الاتحاد العام النسائي وعشرة المواطنين ليثبت فيها السوريين أنهم سامدون بصمود الجيش حتى تحقيق النصر وفي دمشق أيضاً كرمت ملتقيات الشام الثقافية عدداً من جرح الجيش العربي السوري في نادي المحاربين القدمة تقرير بشرة زيني بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري أقامت ملتقيات الشام الثقافية فعالية وطنية من باب الوفاء للوطن وجيش الوطن كرمت من خلالها أسر الشهداء وجرح الجيش العربي السوري إن شاء الله السنة الجاية تكون الأزمة ينتهت إذن الله إن شاء الله رئيسنا بيضل بخير وسوريا بيضل بخير القائمون على الفعالية أشاروا إلى أن الكلمة عبارة عن رصاصة وأن المثقفين يقفون جنباً إلى جنب مع رجال الجيش العربي السوري في خندق واحد طبعاً نحن نعمل ضمن ما يسمى بثقافة وطن ونعتبر الكلمة عبارة عن رصاصة ونعتبر وجودنا الآن هو وجودنا بالخندق الأمامي مع مقاتلين نحن اليوم بهذه الفعالية المقامة بذكرى واحد قاب اللي هي عيد الجيش واللي هي ذكرى نفتخر فيها نحن كقوات مسلحة واللي أبنائنا جزء من القوات المسلحة واللي عم بيقدموا حياتهم كرمال سوريا تظل بخير هذا الجيش يستحق من أبناء وطني كلها تكريم وهنا أراهم شموساً تضيء لنا وأيضاً وقوداً لمعنوياتنا لنزداد تمسكاً بالدفاع عن سوريا سوريا التي لا يمكن أن تكون إلا أن تكون سيدة العالم ليست تعصباً ولكن هذا ما يليق بنا نحن أبناء الشمس ونحن حراس الشمس وسنعيدها بإذن الله بشرقة من تلال بلادي إلى أقصى ذرة تراب في بلادي يبقى الجيش العربي السوري بكل أطيافه بأبطاله وجرحاه الأبطال قصنون المنيع في وجه كل عدو حاملاً راية العز والنصر الآتي على الإرهاب وتتابعونا في هذه النشرة أيضاً الأمم المتحدة تعرب عن آملها بتوافر الظروف المناسبة لإطلاق الحوار السوري السوري نهاية الشهر الجاري اشتركوا في القناة من جديد أهلاً بكم تصدت وحدات من الجيش لهجوم إرهابيين باتجاه السابقية وسد شقيدلي في ريف حلب الجنوبي اشتركوا في القناة ونبقى في ريف حلب حيث أحرزت وحدات من الجيش تقدما ملحوظا في مخيم حندرات شمال حلب عقب اشتباكات مع إرهابيين وأوقع الجيش قتلى وجرح في صفوف الإرهابيين ترجمة نانسي قنقر وبالتوازي مع تقدم الجيش في مناطق حلب قام المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي ووزيراء الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف الصحة دكتور نيزار يازجي بجملة من الأنشطة في مدينة حلب التقى المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة ومديرين مؤسسات والدوائر بحلب الهلال أكد أن المطلوب مضاعفة الجهود ووضع الخطط لإعادة البناء والإعمار بما يتناسب مع حجم تضحيات هذه المدينة الصامدة يجب أن نبذر كل جهدنا في العمل الميداني الحقيقي والصحيح البعيد كل البعد عن الشخصنا ومانا وكل هذه القضايا وهذا مناطبكم أيضا رفاقة في مجلس المدينة مدينة حلب تحتاج جهود كل الخيرين وفي مقدمة أولئك الخيرين الذين يجب أن يعملوا مجلس المدينة بفاقة في مجلس المحافظة كذلك فإذا وصلنا الليل بالنهار لا نستطيع أن نفي هؤلاء الأهل الشرفاء الذي تمثلونهم ما يستحقون ولا نستطيع أن نفي بواسل جيشنا العربي السوري والتضحيات التي قدموها ما يستحقون من جانبه بيّن الدكتور عبد الناصر شفيع عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب الفلاحين القطرية أن حلب التي صمدت خلال هذه الحرب الكونية وحققت بتلاحمها مع جيش الانتصارات قادرة في كل زمان ومكان أن تنهض وتعود أفضل مما كانت عليه اقتصاديا وصناعيا وتنمويا حقيقة لا بد أن نقدم التهنية لهذا الانتصار الذي تحقق على مثلث الشر ومثلث الأرهار ببلدنا بمنطقة أو في حي بني زيد واستعرض الدكتور نزاري أزجي وزير الصحة الواقع الصحي والخطوات المتخذة لتأمين مستلزمات المنظومة الصحية والأدوية والأجهزة اللازمة لتفعيل هذا القطاع الصحي سيكون هناك تكاملية بوضع التجهيزات في جميع المشافي وتعمل بشكل فاعل لدائما تقديم الخدمة الصحية المناسبة والجيدة للمواطنين في حلب في حين أشار المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية إلى الدور المنوط بمجالس الإدارة المحلية في مرحلة إعادة البناء والإعمارة تم الاطلاع على ما تقوم به المحافظة ومجلس المديني لإعادة فتح الشوارع والبدء بإعداد الدراسات لإعادة تأهيل المناطق المحررة وخصوصا منطقة الإنتاج المنطقة منطقة المعامل وللمناسبة أيضا أقامت لجنة دعم أسر الشهداء في فرع جامعة حلب للحزب حفلا تكريميا لذوي الشهداء وذلك على مدرج كلية الطب بالجامعة حيث أكد المشاركون على أهمية المصالحة والمسامحة لإعادة بناء ما دمره الإرهاب وأن الاحتفال اليوم بذكر عيد الجيش يتزامن مع انتصارات الشعب على العصابات الإرهابية في حلب بعد ذلك قام الأمين القطري المساعد الحزب والوفد المرافق له بتكريم 66 أسرة شهيد من الجيش العربي السوري وأسر شهداء الجامعة وكتائب البعث بالجامعة كما قام وزيراء الإعلام المهندس رامز ترجمان والدولة لشؤون المصالحة الوطنية دكتور علي حيدر بزيارة ميدانية إلى حلب وطلع الوزيران على الأوضاع في معامل الليرمون وحي بني زيد الذن طهارهما لجيش العربي السوري وعلى حجم الأضرار التي خلفتها التنظيمات الإرهابية في المنطقة وأكد أن عجلة البناء مستمرة بفضل سواعد أبناء حلب نحن كنا نقول أن هذا اليوم يوم الانتصار هو يوم مرتقب ومنتظر كل أن هذه سنة الحياة دوما راية الحق ترتفع وراية الظلم تنكسر وجيش العربي السوري راية جيش العربي السوري سوف ترفرف في سماء هذا الوطن وفي سماء حلب بالذات حلب كنت أقول دوما هي قاسم المشرك لها مكانة خاصة في قلوبنا وحلب بفضل صمود أبنائها سوف تنتصر وفي هذا اليوم يوم عيد الجيش العربي السوري لابد من توجيه رسالة تحية وإجرال وأكمال الأرواح الشهداء هذا الجيش نقول لمن ضل السبيل وأضاع الطريق أن وطنه بحاجة إليه عليه أن يعود ويقف صفا واحدا مع أهله مع شعبه مع وطنه مع جيشه خلف قيادة سيد رئيس بشار الأسد هي بالمقابل إنجاز من إنجازات الجيش الذي نقدم له التحية اليوم في عيده لأنه مقياس مقاييس القوة والدفاع الكرامة والحق الوطن أنا أقول أن الدولة نعم الدولة تقدم مشروع مصالحة حقيقي منذ أربع سنوات واليوم في حلب ومع كما قلت مع مرسوم السيد رئيس الجمهورية والنداء هو مشروع مصالحة حقيقي ولكن ما هو مطلوب هو موقف المجموعات المسلحة والمسلحين وأقتناعهم إلى غير رجعة بأن الطريق أمامهم مسدود أكدت روسيا مقتل العسكريين الروس الخمسة الذين كانوا على متن المروحية التي أسقطت بريف إدلب خلال قيامها بمهمة إنسانية وقالت هيئة الأركان الروسية إن مروحية مي ثمانية أسقطت فوق منطقة خاضعة لسيطرة النصرة ومتسمى المعارضة المعتدلة وأنها كانت في طريق العودة إلى مطار حميم بعد إيصال مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب في خبرنا الأخير أعربت الأمم المتحدة عن أملها بتوافر الظروف المناسبة لإطلاق الحوار السوري السوري في جينيف نهاية الشهر الجاري وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك قال إن المبعوث الأممي إلى سوريا ستفاندي مستورا دعا الأطراف السورية إلى حضور المحادثات أواخر هذا الشهر بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة تذكير بالعنوات في ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري وفد حكومي يزور أحد تشكيلات الجيش في القلمون بريف دمشق وحدات من الجيش تتقدم في مخيم حندرات بريف حلب وتوقع قتلى وجرح في صفوف الإرهابيين وروسيا تؤكد أن المروحية مي ثمانية التي استهدفها إرهابيون في ريف إدلب سقطت فوق منطقة ينتشر فيها إرهابيون نصرى وما يسمى بالمعارضة المعتدلة ختاما نشكر لكم طيب المتابعة دمتم بأمان الله اشتركوا في القناة